كما بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد وفي برقية قال وزير الدفاع أن النصر الأكتوبر غير مصار التاريخ وجسد عظمة شعب مصر وعقيدة قواته المسلحة مشيرا إلى أنه أعاد للأمة المصرية اكتشاف قدراتها وإمكانتها ووحدة صفوفها في مواجهة التحديات هذا وبعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد كما وجه رئيس الأركان تهنئة لقادة وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بهذه المناسبة